بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي وابنائي طلبات وطلبات كلية الطب. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. اهلا معكم الدكتور احمد علي عبيد الله. استاذ مساعد القلب والحالات الحارجة بقسم الامراض البطنة بكلية الطب بجامعة السيود. اه ان شاء الله النهاردة هنكمل اه المحاضرة اللي عادت تتكلمنا عن يعني بدأنا نعرف يعني ايه شوك ديفينيشن. اه بدأنا نعرف يعني شوك اه بمختلف اشكالها بتاعها. اه وكل عيان بيجي بايه وشكله ايه وكده. والنهاردة ان شاء الله هنكمل على كل واحد هنتعامل معاه ازاي? وهنشخصه اه احنا دلوقتي الحمد لله. احنا دلوقتي دكتور امتياز. اه بنكلمك كطبيب امتياز انت هتتخرج دلوقتي. ان شاء الله بازن الله هتقعد في الامرجنسي روم. هتبدأ تتعامل مع الحالات. اه وزي ما قلتلك انت عندك هدف اساسي وانت طبيب امتياز. انك انت تتعامل مع العيانين. واول حاجة بتعرفها في الامرجنسي روم. اول حاجة عارفنا تشوف الضغط بتاع العيان. تشوف البلس بتاع العيان. لقيت العيان يعني ضغطه كويس ونبضه كويس. هتكمل بقى ايه? الهيستوري بتاعك وانت جيت ازاي? وايه اللي تعبك? ومن امتى? ونفضل نحكي مع العيان كده لحد ما نطلع بداي جنزز معنا. ونفحصه. انما لو هو اه العيان هيمو ديناميكا اللي انستابل يعني ضغط واطي. اه البلس تاكيكارديك اه فيه ساينز اوف شوك اللي احنا عارفناها انه العيان يكون فيه كولد اند كلام سكين. فيه نيروليجيكال افكشن. هايبوتنسيب. كل المنيفستيشن اوف شوك واضحة عليه. خلاص احنا خلاص هنبدأ نتعامل مع العيان على اساس انه هو اه شوكد بيشنت. وهنبدأ اه نعمله الريسسيتيشن. واسناء الريسسيتيشن بقى بتاع العيان هناخد ميديكال هستوري شورت. تمام? يعني الحاجات دي هتتعمل واحنا بنحاول بقدر الامكان توريسسيتيتيت ده بيشنت. ونفحصه تمام كلينيكال اجزامينيشن. ونوصله على جهاز رسم القلب ونعمل كمان ايكو كارديوغرافي. ونعمل بس بشرط ان العيان الحاجات دي لازم تتعامل سريعا جدا. بحيث ان احنا نوصل بقدر الامكان لتشخيص سريع. نقدر به نفيد العيان. وزي ما قلت ان كل ما يكون التشخيص سريع اكتر كل ما العيان نقدر نلحقه اكتر. والموضوع مش محتاج بطل. لدرجة انك انت اول ما هتبلغ الدكتور النائب النبطشي ان يلحق يا دكتور العيان شجد. هتلاقيه سابل اللي في ايديه وسابل العيان اللي في ايديه وبدأ يروح يجري ناحية العيان الشجد لان هو عارف قيمة الثواني اللي هو ممكن يتعامل بها مع العيان. قلنا والااا وا دول الترايات بتوع البيكس الترايات. انما البالمونري امبوليزم هنلاقي ايه في البالمونر يمبوليزم هنلاقي فيه تمام؟ والااا ده هنلاقي انه زي ما احنا هنشوف بعد شوية انه وفي الحالة دي زي ما قلنا العيان باللص اللي احنا شفناه في هنلاقي فيه اللي هو بتاعت يبقى اللي انا اعرفه دلوقتي اني مهم جدا في تحديد تشخيص العيان انا هبدأ معه ازاي وازاي هبدأ اتعامل العالجه بسرعة وهيفيدني كتير جدا فالموضوع الايكو ده مانداتوري ده صورة بتوضح البليكارديا التامبوناد والريت سايد كولابس اللي احنا شفناه اللي احنا شفناه مبارح دي ودي اللي بتوضح البالمونر ايمبوليزم وازاي ان الريت سايد مقارنة بالافتسايد ده اكيوت بالمونر ايمبوليزم او اكيوت كولمونال الصورة دي بقى بتوضح شايفين زي سكارد وضيليتد وطبعا لو في فيديو يشغال هتلاقي ان فيه وده صورة من صور الاسكيميك كاردوميوباسي نفس الصورة برضو الجزء ده سكارد ما بيتحركش اكيد لو شغلنا الفيديو فده اسكيميك كاردوميوباسي ودي الصورة اللي شفناها مبارح بتاعة الزاي ان هنا فيه وهنا دي ودي الكلابسي اه راية لنج طيب انا خلاص عرفت ان انا اشخصها ازاي هبدأ اعمل شوية تحاليل ايه التحاليل دول هعمل له وبيو كيميكال بروفايل اشوف اليوري والكرياتينين واللاكتيت والكاردياك كل دول دول روتين احنا هنعملهم للعيان عشان نشوف هل حصل ولا لسه العيان لسه اموره بدري شوية كل ده التحاليل دي هتفتني نجوف كده مهم جدا وقلنا ان احنا لازم نشخص العيان ده بدري عشان نمنع المالتي اورغان دي سفنكشن سندروم اه شوك بيجنز وين دليفاري اف اكسجين تو ذا سيلز از اين ادوبيت طبعا بمجرد ما ان السيلولر تيشو اكسجي اوتلايزيشن يبدأ يتأثر هتحس بالساينز اوف شوك عشان كده انا عايز اعمل سوفشانت تيشو بيرفيوجين واكسجي نيشن اول حاجة هنعملها نركب لي العيان ده سنترال فينس كاسيتر ايه فايدة السنترال فينس كاسيتر ان انا عايز لارج بور فين امانجي العيان من خلاله ادي في محاليل براحتي ادي له بلاك ترانس فيوجين اه يعني ابقى معايا لارج بور فين ابدأ اتحرك منه بالمناسبة برضو ان حتى لو انا حبيت ان انا احاول ان انا اركب له بريفرال كانيولا يعني بريفرال لاين عادي زي الكانيولا اللي انتو بتعرفوها دي ممكن ما اعرفش اركب له لان العيان الشوكد بيبقى فيه بريفرال فازو كولوستريكشن ممكن يمنعني ان انا ايه او يبقى فيه صعوبة في ان انا اركب بريفرال لاين بالشكل المطلوب فعشان كده لازم اركب سنترال لاين سنترال لاين فيه سنترال فينس كاسيتر العادية دي اللي هي اللي احنا دايما بنركبها في كل عيان شوكد وفيه طبعا ما تنسوش حاجة اسمها لسوان جانز كاسيتر لسوان جانز كاسيتر دي بصراحة احنا مش بنركبها على طول لان هي اولا مكلفة ورقم اتنين صعبة شوية في التركيب والريسكس اثناء التركيب بتبقى يعني صعبة شوية والفاليو اللي احنا هناخدها منها في البراكتس بصراحة مش بتبقى بقدر التكلفة وبقدر التعب اللي احنا هنشوفه منها فيعني مش على طول بنركب السوان جانز كاسيتر دي اسمها السوان جانز كاسيتر انما دي اللي هي السنترال فينس كاسيتر العديد هنوصل العيان طبعا على الاي سي جي والبالس واكزيمتري الصورة دي طبعا زي ما انتم شايفين قاعد العيان دي الجهاز الكبير ده اللي جنبه ده الميكانيكال فينتليتور وزي ما انتم شايفين هنا اهو الممرضة هنا بتحاول توصل البالس اكزيمتري للعيان في صبعه واحد التانية بتحاول تنفقه دي بتحاول تركب جهاز الضغط وده الجهاز المونيتور يعني العيان الشفد المخلوق يتحط فيه الاي سي يو بالشكل ده عشان نقدر نتعامل معه بالشكل المزبط بالمناسبة البالس اكزيمتري اللي هو بتركبه النارس هنا اهو على فصباعه ممكن ما يبقاش اكيرت ليه لان البالس ده مع معتمد اعتماد كلي على ان انا اه اه يعني اخلي يزبط فصباعه ويعتمد على البالس مدام فيه بالس هيشتغل انما لو العيان عند والبالس بتاعه مش محسوس هتلاقي البالس اكزيمتري ما يديكش قراءة مزبوطة يعني طالما انا باعف احص العيان وفي نفس الوقت باعمله يعني انا اهم حاجة لو فيه كوريكتاب الكوز اوف شوك لازم ابدأ اصلح السبب لاني بغرض ما اصلح السبب العيان هيتحسن يعني لو فيه بليدينج عبر جاستر من سبب العيان على طول العيان ده اركب له حاجة اسمها سينجستيكن تيوب بان انا احاول تو ستوب البليدينج او ان انا ابدأ اردي على طول على المنظار اه قط المناظير يعملوا له حاجة اسمها باند لايجيشن بانهما يربطوا البليدينج او او لو هو فيه لور جاستر منتصينا البليدينج او دي قسم الاشياء على الانترفينشن الكارديولوجي عمله حاجة اسمها الانجيومبليزيشن اروح اقفل الارتري اللي بينزب ده والانجيومبليزيشن سواء كان حتى ااو نتيجة موتور كار اكسيدنت او اتيجة تروما او لو فيه ينفع الانجيومبليزيشن حيكون افضل بكتير طبعا اذه عيان كارديوجيني شوك زي ما قولنا مبارح انه هو التسبتر ان انا العيان ده اركي اعمل له حاجة اسمها البرائماري بي سي اي اللي هو البرائماري بيركوتينيس كوروناري انترفينشن ده اللي هو ان انا اخذ العيان ده اروح اوديه على قط الاسطرة واعمله كوروناري انجيوغرافي ارجنت ولو لقيت فيه سرومبوس في اي من الكوروناري ارتري تري اروح اشيل السرومبوس دي واعمل على طول اشيلها على طول او ان انا ادخل بالوير واوسع الدعاء واعمل بلونة اوسعها بالبلونة وبعد كده اركب الدعامة بتاعتي والعيان يطلع كاني لم يكن فيه اي مشكلة. لو هو عيان عند بلمونر ايمبوليزم لو فيه انترفينشن اعمل حاجة اسمها ايمبوليكتومي او ان انا ادخل بالقسطرة اروح على طول على المكان اللي هو فيه ثرومبوس اعمل لها بايريكت انجيكشن لي الثرومبوليتك ايجنت اللي اسمه الاستريبتوكاينيز. اه انما لو فيه عيان مثلا عنده تنشا نيوموسوركس زي ما قلنا مبارح فعلى طول اركب له حاجة اسمها ايه اه 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 يعني انتر كوستال تيوز اندر ووتر سيل دريمش. لو هي سيبتك شوك يبقى لازم ايه نبدي البروبر انتيبيوتك من البداية. الجنرال رولز في الشوك لو هو عيان شوك دي بيشن ان انا اعمل حاجة اسمها الفي اي بي رول. الفي اي بي اللي هي اختصار فينتليشن انفيوجن ان بامب. امتى اقرر العيان يبقى احطوه على فينتليشن انفيوجن اللي هو الفلويد ريسوسيتيشن والبامب اللي هو المفروض ان انا هتكلم عن الفازو اكتيف ايجنتز. الفينتلياتري سابورت اللي هو امتى احط العيان على مكانة التنفذ الصناعي. يعني اعمله اندوتراكيال انتيوباشن واحطه على مكانة التنفذ الصناعي. هل كل العيانين لا? لو واحد عنده سيفير ديسنيا او هايبوكسيميا او برزيستنت اور ويرسنينج اسيديميا. تمام? طبعا انتو عارفين اني في العيان الشوكد في العيان بيتنفذ بصورة شديدة جدا. وبتحاول ان الريسبياراتري ماسل تكونسيوم لارج اماونت اوكسجين اللي هو اصلا انا عندي قليد. فانا بحاول اريح العيان وريح الريسبياراتري ماسل بحيث ان العيان مايحصلهوش ريسبياراتري ماسل فتيج. تمام? طيب ايه فايدة المكانيكال الى احضر الى اوكسجين بحيث او رسبياراتري مصيل وكفوكسيميا. يعني لو العيان ده عايز سيديشن ما بقاش الامور سهلة بالنسبة لي كل شوية تديه سيديشن زي مثلا هما البنزوديازبينز زي مثلاً النيوريل والكالميبام والزولام والحاجات زي كده أو الدورميكم كل دي حاجات مشهورة عندنا لكن أخليها طبعاً المهم في العيان ده يعني حتى لو عيان كاردياك تمام ممكن أدليه طبعاً بس أنظر لإني طبعاً أنا خايف في العيان ده إنه ممكن يدخل مني فيه في بلمونري إديمة تمام؟ حده له إيه فلويد وهده له بمعدل قد إيه وريت قد إيه وإمتى أقول خلاص كفاية أحسن طبعاً الأحسن حاجة عندنا اللي هي إيه اللي هي النورمال صلاين اللي هي الكريستالويد النورمال صلاين اللي هو المحلول للملح العادي تمام؟ ده اللي هو إحنا في إدينا طبعاً يعني ما ينفعش إن العيان حد من الريلاتيفز يبقى موجود معه يتدخل في العلاج عموماً لإن إحنا طبعاً من ضمن الأساسيات بتاع علاج العناية المركزة إن المرافق بيبقاش موجود نهائياً في الفترة الأولانية لإني أولاً هيوتر الدكتور طبعاً هو عايز فاكر إن المحليل دي هي المنقذ للعيان لكن إنت كطبيب وطبيب آي سي يو تبدأ إيه العيان ده تمشي بالراحة خالص أو على حسب ما انت شايف يعني إحنا الفلوز دي لازم الدكتور هو اللي يقرر إمتى يدي المحليل بسرعة إمتى يبطأ إمتى يقف المحليل وهكذا يبقى هندي نورمال صلاي المفروض إنك إنت خلاص عرفنا إن العيان ده بتاعته كويسة ولا لأ ولا عنده كاردو مايوبسي ولا عنده إيه بالزبط وكل عيان آآ يعني إمتى هيستفيد من المحليل هل هدهاله بصورة يعني سريعة شوية ولا هبطأ الريد شوية كل واحد حسب بتاعته لإن أنا خايف زي ما قلت إن أنا أدخل مني في مين في بالمونري إديمة لو أنت شايف العيان والعيان دي هيدريتد لا ابدأ في الأول اديله من تلتمية لخمسمائة ملي فلويد بسرعة تمام وبعد كده بطأ الأمور خليها آآ تمشي بالراحة يعني في أول تلت إلى نص ساعة اديله خمسمائة سنتيمالح وشوف الدنيا أخبارها إيه آآ يعني أنت دلوقتي عايز تديله فلويد أنت إيه غرضك من الموضوع ده أولا أنا عايز العيان ده ضغطه يرفع تمام مش بحط الفلويد ده آآ نزاهة ولا أنا براضي به العيان ولا أنا آآ أهم حاجة يعرف إنه إحنا ركبنا له محلول ولا أنا عايز آآ أضيف علاج على العيان وخلاص لا إنت لازم تعرف إنت عايز إيه من المحليل دي طبعا السيفتي أنا كل خوفي في العيان ده إنه ممكن العيان ده يدخل مني بولمونة لأديمة ولكن طالما كويسة خلاص يبقى إن شاء الله المحليل هتبقى كويسة طيب إيه اللي أنا عايزه في الآخر in the points of resuscitation أنا عايز ليرين output يتحسن بأكتر من حوالي نص ميلي بركي جي بالأول عايز يبقى من حوالي 8 إلى 12 والمين أرتيريال بريشر اللي إحنا تكلمنا عليه مبارح يبقى من حوالي 65 إلى 90 وقلنا عرفنا نحسب إزاي وعايز كمان اللي هو يبقى أكتر من 70% البمبلهول basoactive agents basoactive agents are an important pharmacologic defense in the treatment of shock may be required to support blood pressure in the early stages these agents may be needed too enhance the cardiac output through the use of enotropic agents increase the systemic vascular resistance through the use of vasopressors vasopressors اللي هما الانوتropic agents والفازوديلتر اللي هما الvasoactive agents اللي هما الvasopressors والانوتropic agents والفازوديلتر اللي احنا هتكلم عليهم شوية in detail the ideal vasopressor is that who has rapid onset of action high potency short half life and minimal side effects يبقى انا عايز بتاعي اللي هشتغل بي يبقى رقم واحد اللي هو ال rapid onset of action ال high potency وال short half life ان انا بحيث ان انا اديه زي ما انا عايز وفي نفس الوقت لما احس ان الضغط بدأ يعلميني اروح اشيله يبقى العيان ويكون الشورت half life بحيث ان العيان يبدأ ازبطه زي ما انا عايز ويكون لي minimal side effects زي ما هنشوف بعد شوية what is the complications of vasopressors and the inotropic agents رق طبعا ال vasopressor ده حاجة بتعمل vasoconstriction peripheral vasoconstriction فاي اللي انا متوقعه من ال peripheral vasoconstriction رقم واحد hypoperfusion ممكن يعمل لي aryzma ممكن يعمل لي myocardial ischemia ممكن يعمل local effects زي ما يعمل لي مثلا الحاجة اسمها skin necrosis الاية الفاظبريتر بصراحة اللي انا شايفه اللي هو ايه ميزة النور ايبنفرين اول حاجة ان هو بيشتغل على alpha receptors mainly لكن beta receptor action بتاعه weak alpha receptor يعني بيشتغل في peripheral circulation لكن اللي هو يعني اللي هي موجودة في beta 1 receptors راحة تبقى اقل شوية فعشان كده انا عايز الايديا البتاعي ان هو يشتغل يعمل لي peripheral basical instruction بس في نفس الوقت ما يعمل ليش تاكيكاردي عشان ما يزود ليش ال burden على ال heart تمام فطبعا الدوز من واحد من عشر اتنين مايكرو جرام بركيرو جرام بضيويت مش مشكلة الدوز ولكن تعرف النور peripheral فايدته ان هو بيشتغل على peripheral alpha receptors بيعمل لي vasoconstriction ولكن beta action بتاعه على ال heart is minimum الدوبامين طبعا الدوبامين زي ما تخطف الفرماكولوجي ان هو لي three doses طبعا اقل دوز بتشتغل على dopaminergic receptors اللي هي موجودة في splanchnic blood vessels ودي بتعملي splanchnic vasodilatation وبيتحاول تحاول تحاول ذرينا perfusion اللو يعني نعلة شوية بالدوز هتشتغل على beta receptors way of the heart ونعلة كمان اكتر تشتغل على alpha receptors اللي هي في peripheral تعملي peripheral vasoconstriction ولكن معظم الاستاذ الحالية بصراحة اثبتت ان there is no advantage of dopamine over norepinephrine as the first line vasopressor agent يعني norepinephrine افضل تمام والدوبامين لقوا ان هو ممكن يعمل كمان مشاكل ولكن احنا بنتستعمل وبرضو لسه ستيل بنستعمل لانهم متوفر وشيب شوية وزي زي الدوبامين ولكن هونيفر ان norepinephrine موجود it is better ان انا استخدم norepinephrine طبعا الابpinephrine او الادرينالين has predominantly beta اكتر with alpha adrenergic effects at low doses يعني يعني at low dose بنشتغل على beta receptors نعلى شوية بالdose كمان ممكن يشتغل على ايه نعلى شوية بالdose يشتغل على alpha receptors لكن الابpinephrine مشكلته ان هو كان يعني ممكن يعليلي ممكن يحصل منه خاصة لو كان عن يعني ممكن يقضي الى ميوكارد الاسكيميا infarction فابقى very cautious مع epinephrine واستعمله بشرط ان انا اتطمن قوي على cardiac function والعين ما يبقاش ischemic المشكلة برضو كمان ان هو ممكن يعملي من كتر البريفرال vasoconstriction وانكريز البراد lactate level وما كانتش في recent studies no beneficial effects of epinephrine over epinephrine encybetic shock دا لو انا استعملته في septic shock الفاظوبرسن طبعا low doses of vasoconstriction may result in substantial increasing the arterial pressure ولكن لازم اتطمن برضو على cardic function لان ضمن الحاجات اللي بتعمل اللي هو ايه البازوبرس يبقى احنا كده الحاجات اللي بتفتغل كفازوبرسر اللي هم بيشتغل على ال الفاظوبرس احنا خلاص خلصناهم وعرفنا ان ideal vasopressor المفروض اللي نستعمله اللي هو اسمه ايه نور epinephrine لكن في حاجات تانية زي ما شفناها اللي هي زي epinephrine وزي الدوبامين عندنا حاجة اسمها حاجات enotropic agent بتشتغل على الهارت mainly على البيتا رقم واحد واهم واحد فيهم الدوبامين الدوبامين دوبامين يعني انا كمان ممكن العيان اشتغل عليه بريفرال ب الفاظوبرس اجنت زي norepinephrine ودي كمان معا مين ادي معا الدوبامين وفي البراكس احنا عندنا اسمه دوبامين دوبامين has limited effects on the arterial pressure although pressure may increase slightly in patience with mycardiates function يعني انا لو ديته العيان عنده مشكلة كاردياك وكان الكاردياك اه هو السبب في الhypotension بمجرد ما ان انا ابدأ للعيان اه inotropic agent زي الدوبامين هتلاقي الضغط بتاعه بدأ يرفع تمام وكان يقول لك ايه ان الدوبامين يعني ما بدهوهوش في العيان الشوك دي لا عشان خاطر ممكن يعمل لي hypotension يقول له لا اديه في العيان ده وما تخافش لاني لقيوا ان الدوبامين ما بيعملش hypotension للعيان نتيجة بتاعه الا للعيانين يعني يكون عنده فعشان كده لو لقيت العيان دخل من الدوبامين ادي معه طبعا يعني حاجات بسيطة ونبدأ نقيم الامور بعدها لكن تزبتر ان انا لو خايف من العيان ده يحصل ادي الدوبامين مع النور ابنفرين at the same time ولكن مشكلتهم ان هم عندهم تمام يعني لو واحد عنده حصل بيتا ادرينيرجيك داو ريسبتور داو نتو عارفين يعني اي ريسبتور داو نر ريسبتور تواف الفرما ان بيعمله داو لكن عكس هو يعمله ايه 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 الفوسو دا تريز طايب ثري انه زي الميرينون والاكسيمون دا مشكلتهم الوحيدة انهما بيشتغل من حوالي الاربعة الى ست ساعات هاف لايف بتاعتهم طويلة فالعيان مش 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 كويس وزي ما احنا قلنا من شوية انه ويكون ليه شرطة هاف لايف وش رابد ان ست اكشن وش هاف لايف لكن دا من الهاف لايف بتاعتهم حوالي من اربعة لست ساعة طيب ايه نعمل لو احنا عايزين نستفيد منهم بنخلي هم انترميتنت شورت تيرمين فيوجين يعني اديلوا شوية واستنى كمان شوية عشان اشوف بتاعه انا هعمله من ايه الفكرتهم اصلا قال لك ان لما المشكلة بتاعت العيان الشوك دا خاصة ان يعني لو كان عيان شوك ان بيعمل بيزود الافتر لود يعني ان الهارت مش عارف يودي الدم اللي فيه برا اللي هو برا الهارت يودي البرفري فانا اعمل ايه قال لك ادي بحيس انك انك لما هارت يروح يعمل حتى لو كان ضعيف ما يفيش حاجة تأثر ما فيش حاجة تقومه اللي هو البرفري بناديها لو في زادت شوية بزيادة وانا شايف ان العيان ممكن يستفيد من لكن بصراحة احنا مش كتير بنستخدم في الشوك لان احنا بنخاف من البرفاوند ارتير رفق ان ممكن نحصل معا دول اللي احنا بنديهم زي دول كلهم بيزودوا ويزقل لله زي ما انتو شايفين هكده في السلايد طيب انا دلوقتي لو خلصت الفرماكول اللي انا اتعلمك عليه ده كان اسمه الفرماكولوجيك سابورت يعني انا بحاول بقدر الامكان اصابورت العيان الشوك ده بالأدوية طيب دلوقتي لو لقيت أن العيان انا خلصت الفرماكولوجيك سابورت بتاعي والعيان لا ستيل بيعاني فيه مشكلة هل في حاجة اسمها المكانيكال سابورت اه فيه حاجة اسمها المكانيكال سابورت المكانيكال سابورت يمكن الانترا ساحar بلونة الانترااورتك بلون كاونتر بلسيشن دي هي عبارة عن بلونة كبيرة زي كده تمام بتدخل في الاورتة زي ما انتم شايفين وبتعمل ايه بقى تنفخ تمام هي المفروض تبقى فشة كده في السيستول يعني اول ما الهارت يعمل السيستول هي تفش عشان ايه الدم يروح من الهارت اللي هي الاورتة ويروح للبريفرال سيركوليشن اول ما الهارت يروح يعمل ديستول تمام تروح هي تنفخ عشان تودي الدم اللي هو هنا موجود ده في الجوه كده بحيث ان هي تعمل كوروناري بحيث ان هي تزود البلاطفلول اللي رايح للكوروناري عشان كده سموها كوينتر بلسيشن يعني عكس الكاردياك بلسيشن يعني عكس السيستول وعكس الديستول لما هي يحصل السيستول هي تفش عشان خاضر الدم يروح للبريفرال لما يحصل الديستول هي تروح تنفخ عشان تعمل كوروناري بحيث ان العيان ده ما يكونش عنده اورتك ريجيرج عشان يعرف يستفيد من الانترا اورتك بلون بامب لان هي غالية طبعاً مش هركبها العيان عنده اورتك ريجيرج مش هستفيد منها تمام يبقى لازم اتضمن العيان ده ما عندهوش اورتك ريجيرج الفرماكولوجيك صبوط التاني اللي هو حاجة اسمعه الاكسترا كوربوريال ممبرين اوكسيجينيشن الاكمو الاكمو ده طبعاً حاجة محترمة جداً للعيان اللي هو اللي عنده كارديوجينيك شوك او عنده مشكلة اي ار دي اس او وتيفر يعني فكرته ببساطة شديدة احنا لما بنروح نعمل عملية قلب مفتوح تمام بنلعب في القلب طبعاً عشان الهارت كونتراكتنج فاحنا بنتلق القلب بنعمله كولينج وبعدين بنشتغل لما الهارت بعد ما يبقى مفيش بلسيشن في الهارت بنشتغل ونعمل سواء كان سواء كان كبج سواء كان كزا العيان بيفضل يعني مش بيستخدم قلبه بيستخدم مكنة القلب الصناعي القلب والرقة الصناعية تمام لمدة اربعة الى ستة ساعات طبعاً ماكسيم ستة ساعات طبعاً ما تستحملش اكتر من كده ما كانت القلب الرقة الصناعية لكن الفايدة الاي كمو اللي هو لا دي العيان ممكن يوعد عليه شهر تمام فايه فكرته بقى فكرته ان انا يمكن في اللي بعدها ده هزي الاي كمو اللي احنا شايفينه ده بروح اخد الدم من الفين هنا هوا زي الفيمورال تمام وبروح ادخله على الفلتر داعه وبعد ما باخده من الجهاز وعمله اكسجينيشن وكده بروح ادخله تمام اه في الارتري يعني ااخد الدم من الفين واروح ادخل يعني ايه فينو ارتيريال تمام فممكن اعملها من عن طريق الفيمورال درين اند فيمورال ريتيرن وممكن كمان ااخدها من الفيمورال درين والجججل الريتيرن يعني ااخد من الفيمورال واحطها والجججل وديها مش عايزة اشغلكم بها لكن هو دي طريقة ايه الاي كمو ان انا بحاول هي مكنة رئة وقلب صناعي ممكن العيان يقعد بها من اب تو شهر مسلا ايه الفكرة ان ايه الاي كمو ده للاسف غالي يعني ان الاسبوع بتاع العيان لو انا قررت ان انا اركب العيان اي كمو الاسبوع بتاعه بالتراوح من مئة وخمسين الى مئتين الف جنيه فطبعا ايه وما ينفعش ان انا اوصل العيان على الاي كمو واول ما اقول له لا فلوسها خلصت يلا هنشيل الاي كمو وبانت هتموت لا وهنا بيجي دور بقى ايه الجامعيات الخيرية والتبرعات والحاجات اللي زي كده او لو في واحد مغطية شركته مثلا موظف شركة بتقدر تغطي الموضوع ده لكن اه هي حاجة محترمة جدا وايريت ان احنا ان شاء الله ندخله هنا في جاملة اسيود عندنا اه ده اسمه ايه ال مكانيكال سابورت يا اما تنحط له انت راورتك باللون يا اما تنحط له ايه نيجي بعد كده بقى ايه الفور فيزيس ان ده تريتمنت وفشكه ملخص كده اول حاجة هنعمل سالفاج للعيان سالفاج نلحقه تمام وبعد كده نبن نعمل اوبتمايزيشن للتريتمنت وستبيلايزيشن للعيان ودي اسكاليشن ان انا هحاول يعني افطم العيان من المشكلة اللي هو فيها سالفاج ده بعد اتباع امينيمال اكسبتابل بلاد بريشر يعني بحاول الحق العيان باي شكل زي ما احنا اتكلمنا يعني هو اللي هو احاول ان انا اعمل للعيان بالفلاويتز احاول ان انا اتريت وبعد كده هعمل اوبتمايزيشن يعني زي ايه اوبتمايزيشن فيز فوكوسز اون بروموتنج سيلولار اوكسجين افيلابيليتي ان دي مونيوتورينج كاردياك اوتبوت اه ميكسد فينس اوكسجين ساتيوريشن ان دي لكتيت ليفل احاول ازبط العيان يعني في الاوبتمايزيشن بحيس ان انا لو في عيان عايز 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 يعني ابدأ اي اسمه للعيان يعني انا بحاول بغادر الامكان خلاص العيان ده اديته الجرعة الاولانية من العلاج اللي هي المكسفة وابدأ بعد كده في الاخر ازبطها له بحيس ان انا مش عايز العلاج بتاعي يعمل له مشكلة في نفس الوقت وفي نفس الوقت انا عايز احافظ على النجاح اللي انا عملته مع العيان في خلال اللي عده فابدأ اعمل واعدل الجرعات الادوية بتاعتي اه ازبط المكنة التنفس الصناعي بتاعتي ازبط ايكمو ازبط واتفر اللي انا عملته معه ان انا بحاول بغادر الامكان ان انا العيان ده ابدأ افطمه لو هو على مكانيكا افطمه لو هو على فلويدز افطمه من الفلويدز لو هو على بالادوية احاول افطمه من الادوية اللي هو بياخدها فاسمها ويننج فيز ويننج فروم بازو اكتيف ايجنز او ويننج حتى من وده اسمها الديسكاليشان فيز اخر حاجة يعني مش يعني شوك حاجات كده رير احنا مش عليكم ولكن احواء احنا بنقولها ان دونت فرجت ان شوك كان او كير وزا نورمال بلود بريشر ان هاي بوتينشان كان او كير وزاوت شوك نشرح تاني بالتفصيل الكلام ده طبعا تخيل ان العيان فيه عيان جاء لك مسلا ان هو اه ونشوفها كتير في قسم النساء والولادة عيانة كان ضغطها متين عالميا وبعدين جيت لقيت لها تقس لها الضغط وانت الدكتوري متياز لقيت الضغط بتاعها مسلا مية وعشرين على ثمانين مفروض ان هو مصبوط رغم ان العيانة دي ضغطها مية وعشرين ثمانين الا ان هي واضحة فيها كل فيها 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 كل 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 شوك واضحة فحقول عليها لا ده مش شوك لا هي واضحة يبقى شوك كان او كير ازا نورمال براد بريشر يعني مية وعشرين ثمانين لكن هي اصلا كان ضغطها عالي جدا في الاول ولما وطي بيئة نورمال دخلت مننا في ساينز اوف تيشو هايبو الحاجة التانية الهايبوتينشن كان او كيرو زاود شوك وده اللي قولنا عليه ان العيان اللي هو الكرونيك فوليام ديبليشن تلاقي العيان ضغط واضي ثمانين خمسين ولكن جاي يكشف في العيادة عادي ما عندهوش ساينز اوف شوك وما فوش كل الساينز اوف شوك مش موجودة فده قولنا هنعالجه ازاي هنعالجه بالبريفرال سيمباثوميوميتك ايجنز واللي قولك باخد باخد نقط للضغط يا دكتور تقول له خلاص تماما النقط دي اللي هي البريفرال سيمباثوميوميتك ايجنز واللي هو الفلودرو كورتيزون اللي هو بيشتغل زي الاودوستيرون بيعمل سلط اندووتر ريتنشن طبعا الاكيوت ادرينا الانسوفيشنسي انبيشنز وز سادن وزدرول اوف كرونيك استيرايد ثيرابي يعني لو واحدة ماشي على او واحد مثلا ماشي على كرونيك استيرايد ثيرابي اللي هو الكورتيزون يعني تمام مشي عليه فترة طويلة فجأة راح قرر ان هو ان هو يوقف الاستيرايد اللي واخدها فجأة طبعا العيان ده سواء كان فليانتري او انفليانتري العيان ده شور العيان ده هيدخل في حاجة اسمها اكيوتا ادرينا انسوفيشنسي تمام احنا بنشوفه في في البراكتس تلاقي مثلا واحدة بين بنات اللي هما تمام بتاخد استيرايد قالوا لها ان الاستيرايد دي بتتخن وهي اللي هتعملك وهي اللي هتزبط لك الدنيا وفجأة تبدأ تاخد فيها على مدار شهر شهرين تلاتة لحد ما تجين او لحد يعني ايه ما يجي لها العريس او تتخطب وفجأة قولي فصد انت قول خلاص كفاية كده انا مش هاخد استيرايدز تاني تمام ويروح بعد كده يروح بعد كده ايه حاصل لها ايه الاكيوتا ادرينا الانسوفيشنسي وتدخل مني في والبيت تروح تقعد ومش قادرة تتحرك وتروح تكشف عند دكتور ضغطها واضي ومش عارفين السبب تمام ويقول لك البيت بس اتخطبت من هنا وحصل لها اللي حصل لها من هنا حد عمل لها عمل حد عمل لها مش عارف ايه الكلام ده كله لكن لازم تاخد ونبدأ العيانة دي نبدأ نبديها استيرايدز ونبدأ ايه نبدأ نتعامل معها اه حاجة اسمها اه الحاجة الاخيرة اللي قابلة الاخيرة اللي هي ان شاء الله هتشوفوا تأثير سير البيلاترال ادريناليكتومي او يونيلاترال ادريناليكتومي في الاندوكراينولوجي ان شاء الله لما تاخدوا اندوكراين طبعا الادريناليكتومي احنا بنعملها امتى لما يبقى فيه فانكشننج ادرينال جلاندز وانتو اكيد خدتوا في الاناتومي او الفيسيولوجي ان الادرينال جلاند دي في منها كورتيكس وفيها مضلة المضلة مسؤولة مسؤولية كاملة عن Most of Catecholamines والكورتيكس بي فيها زونا جُولوميرلوزا وفي زونا فاسكولاتا وزونا ريتريكولاريز الزونا جولوميرلوزا دي مسؤولة عن المنرال الكورتيكويد والفاسكولاتا مسؤولة عن الجلوكو كورتيكoquيد والريتيكولاريز دي بتاعتование السيكسة هرمونز لكن بمجرد ان انا اروح يونيل او بايلاترال ادريناليكتومي اه طب بايلاترال ادريناليكتومي يعروفة ان انا انا هشيل كل الهرمونز اللي موجودة فالعيان ده هحصل له لكن يونيلاترال ليه؟ لاني شقور ريدي لو هو فيه فانكشننج أدرينا الجيلاند بتحمل ساببريشن لأذر أدرينا الجيلاند فانا لو شلت اليونيلاترال فانكشننج أدرينا الجيلاند فجأة لحد ما تقوم التانية دي اللي هي كانت ساببريز دي لها فترة لأ العيان هيخش مني برضو في هاي بوتينشن فأتكر لأي عيان عنده يونيلاترال فانكشننج أدرينا الجيلاند ان في البوست اوبراتيف بيريود ان انا لازم تكر ان العيان بيخشش مني في أكيوت أدرينا الانسوفيشنسي او هاي بوتينشن برضو العيان اللي عملين له بايلاترال نيفريكتومي طبعا بايلاترال نيفريكتومي بنعملها في حالات رير شوية لو في عيان عنده بايلاترال انفكتد هايدرونيفروزيس او بايلاترال يعني انفكتد كيدنيز نتيجة يعني عملاله سورس اوف سيبتيسيميا وسورس اوف سيبتيك فوكس فطبعا احنا في الحالة دي بيبقى نعمل البايلاترال ادرينا الانفريكتومي وعيان بعدها بيوم على طول يروح يغسل يغسل كلا فمنجهز له الفيستولا بتاعته منجهز له الانفريكتومي قبل ما منعمله ايه انفريكتومي طبعا الرينا الكيدني نفسها مسؤولة عن تدخلوا كده على النت او تدخلوا في الكتاب النيفرولوجي هتلاقوا فيه يعني ايه راس سيستيم رينال الانفريكتومي المسؤول مسؤولية كاملة برضو عن المنتينينج of the normal blood pressure وكمان بيدي رول في الهايبر تنشن عشان كده الهايبر تنشن لما تاخدوه إن شاء الله هتلاقو فيه ايتم كبير اسمه فلو فجأة رحنا عملنا بايلاترال نيفريكتومي الرينين اللي بيطلع من الكيدني هيبقى لوسط مفيش رينين فهتلاقي العيان داخل منك في كورونيك هايبو تنشن في الآخر طبعا بحب أذكركم على يعني تعقلني عليكم النهاردة تدوز شوية في الشوك لكن إن شاء الله أنا واثق لو فيه أي اسئلة انتم محتاجينها اتصلوا بينا يعني يبقى فيه وسيلة كوميونيكيشن إن شاء الله مع زميل التانيين اللي هما هيكملوا معاكم سواء كان كيس ديسكاشن أو كده ولو احتاجتوا أي حاجة السكرتاريا معاكم وأي سؤال احنا تحت أمركم إن شاء الله وربنا يوفقكم يزول الغمة دي ونرجع نتعامل فاستو فيس إن شاء الله بإذن الله في قريبا بإذن الله إن شاء الله وكل سنة وإنتوا طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر